اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتباعك الاول بعد هاي المباراة شو كان انه هاي كانت اسوء مباراة بالبليوف واحكيلك ليش احكيلك ليش هجوم الفريقين كان ازبالي ومش ازبالي عشان الديفنس كان منيح الديفنس كان عادي ما كان ممتاز كانوا بس عم بفكحوا واللي اسوء اشي كان انه هجوم البكس ما في اي تحرك بالمرة بس واحد معا الطابة دريبل دريبل زيك انه هجوم الهيوستن روكتز مع جيمس هاردن بس الفريق انه مع يانس انتكومبو كان اشي كتير غريب مش فاهم وين راح الهجوم البكس ليش ما تعطي باس اقطع حد يعمل سكرين حد يعمل خلي الطابة تلف شوي خليها تمسك ايدين تانية خلي حد يسوي اشي كل المباراة هي كانت حتى لما كانوا تقدمين باول مباراة كان نفس الاشي كان يانس يطلع بالطابة دريبل 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 بعين يخترق بالكتير باس واحد باللعب غريب يعني مش فاهم ليش هيك صار لعبهم طيب فهذا هو هذا اكثر اشي نرفزني يعني وكانت قمة النرفزة صارت لما يانس عمل الحركة اللي انا غردتها غردتها وقلت كنت راح اكسر تلفزيون لما هاي صارت جد بتعرف انا كنت زماناتي كنت امرن اولاد صغار درب اولاد صغار يعني جد زي الولاد الصغير اللي اول مرة عم بلعب سلي اللي متعود في مثلا عيبة كان عندي انه سريعين بس انه بعرف كيف لو انه طالع فاس بريك بعرف يطلع عن كل حدا بس بعرفش يلعب بالهاف كورت بعرفش يلعب من الصغاري عمرهم عشر سنين يمكن فكان ينسحب لو ورا يرجع ريفيرس ويرجع ايش اسمه يخترق هاي سواها يانس بالنبي اي كان اشي مضحك يعني شو عم تعمل لزامي شو عم تعمل انت احكيلي شو انت بعتني انا ما عم شوف اوضح كتير كتير بوضوح بتفق مع كل اشي حكيته مع عادة اول جملة اول جملة ما بتفق معها من المرة اللي هي هاي كانت اسوأ مباراة بالبلياوس بالعكس انا استمتعت استمتعت بطريقة مو طبيعية بهاي المباراة معك يعني راح عطيك احصائيات ليش كانت اسوأ مباراة لعبوها هالفريقين بالبلياوس يعني انا ما عاكم هذا الاشي ممكن بالموسم كمان بالموسم كله سجلوا 86 نقطة و83 نقطة للتنين هذا اوطى مجموعة نقاط بسجلوا بمباراة من بداية الموسم مش بس بالبلياوس من بداية الموسم صحيح بعدين من بر القوس سددوا التنين مع بعض الفريقين 63 تسديدة حطوا منهم 14 يعني 22% جو هاريس اللي من احسن ثري بوينت شوتر بالامبي ايه ماشي سدد واحد من سبعة من برا القوس واحد من 11 بالمباراة وما حدين في عندك بالكورتر الرابع في عندك ثلاث دقائق وتسعة وعشرين ثانية الفريقين ما سجلوا ولا نقطة طال للسكور 76 76 فانا معك انه كانت مباراة سيئة من ناحية تقنية اللعب عراسي وعيني بس انا امبسطت كتير 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 بها المباراة تمتعت فيها لدرجة ما بتتخيلها من مباراة هالدرجة سيئة على الملعام يعني يانس من اول دقيقتين قاعد بيجحر وبعصب وبصيح والجمهور عم بيهتف صوت الجمهور كان رائع 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 تاكر انا معك هذا الخط هذا الخط معك تاكر كان رح يأكل دورانت كان رح يأكله كان رح يأكله انه شامين رهدتم بعض كانوا هم التنين مش معقول دورانت شاف الموت بعيون تاكر وبتعرف اللي بضحك ما كنت أعرفه أنا عم بحضر المباراة قرأته بعيد تاكر حارس الأمن هذا اللي دخل ودفش تاكر اه هاي بضحك عنها هذا مش حارس أمن هذا بوديغار دورانت ايوه حارس الشخصي سيبع دورانت حارس الشخصي لحد درجة صار اسمع لحد درجة صار الان بي اي هاو هاو انه ممنوع حتى تخيل تخيل خيل لين وصلت البوديغار ينزل المرعب لما لاعب ثاني يدفش تخيل انا عم بحضرها يا زامي كنت عم بحضرها انا واثنين اصحابي احضرناها لانه بارح الجمعة فإجوا عندي بنهار وقعدنا نحضر المباراة وهما عم بحضروها عم نحكي عن الحراس الأمن كيف صايرين انه يدخل ويدفش ولاعب مش لاعب ثاني حتى مارك جاكسون قاعد بعلق بيقول لك السكوريتي غار مش مفروض يعمل هيك السكوريتي بعدين اكتشفنا انه هذا حارس دورانت الشخصي ايش يدافع عنه لانه بقى قل لك دورانت شاف الموت دورانت شاف الموت وهم اتنين صحاب صحاب كتير بس بهاي المباراة تكر طر عليه يعني دورانت ما سدد منيحه هيك وفي تسديدات ما حطها بالعادة بيحطها حتى لو عليه واحد بس شد حاله تكر وهذا ضحكني بروك لوبز يعني بلك الكل بلك الكل ست دوكات قاعد بالبينت بشمت دوكات يمين شمال ما حط غير ثلاث نقاط بالمباراة اه اللي صار انه بروك لوبز تذكر انه هو طوله سبن ون بالزبط اه لاحظه شوي طولي مترين وشوي خليني اعمل لي بلوك اه وهي كمان بلوك ليش لا وهي الرابع والخامس اعمل خمسة صح قرب خمسة ستة ستة بروس براون قرر انه هو تاني احسن لاعب عن نت لا الاول ليش لأ اخذ اخر تزديده اخذ تزديدين اخذ تزديدين اخذها دورانت بس هو السلة اللي قبلها لما فلتت من كايري واللي قبليها كمان مرتين ورا بعض الزلمة كارقام وكمباراة لقب كتير منيها ولو تطلع على التقييم الهجومي والدفاعي تبعه بهاي المباراة اعلى من كايري على الجهتين ونسبة الاستخدام تبعته بهاي المباراة 22% كايري كان 23% يعني بروس براون قرر انا هو جيمز هاردن انا اساسي اليوم محل جيمز هاردن انا رح اصير جيمز هاردن رح اعطي حد لعب منيح لاغلب المباراة لا كل مباراة بعد اخر دقيقة خمس دقايق بالمباراة تحمس شوي زيادة بس الكورتر الاول هو رجعهم في المباراة مية بالمية 16 نقطة 16 نقطة لا بمنيح ما كايري كايري سجل 22 نقطة بس ما حسر فيهم كان مختفي ما بعرف كيف جابهم يعني مش خاطرين عبالي واخو يانس تناسس لعب 25 ثانية 25 ثانية بش ما طلق بلوك وحمس الجمهور بعدي صار يصيح وكلهم نجنوا يعني انا معك مباراة كمستوى تقني كانت سيئة عالجهتين بس كمتعة واستمتعة كانت مباراة بلايوفس من ايام زمان من اللي بكونوا الفرق جد على الهجوم صفر وعددفاع بس بهاوشوا بعض وبضربوا ببعض ولا حدا عارف يعمل اشي وكتير يعني جيف فان قندي هو عم بيحضر هالمباراة عم بتذكر ايام نيويورك لما كان يلعب ضد مايامي والسلاسل هدول فما بقى رأى كيف تحكيلي انها اسوأ مباراة انا كتير مبسطت انا امتعت فيها يانس يانس اخد 8 ثلاثيات تعرف الحلو بالموضوع كنا انا والشباب اللي عم نحضر المباراة نظل نحكي بنعمل مراهنات صغيرة اسمع فكرك بيجيبوها ولا لا الهجمة هاي رح يجيبوها ولا لا واحد من الشباب لفع عليه بيقول لي بعد ما شاف يانس شات اول ثري قال له يانس ضاربه معه لانه من الاول بده يشوت ثريات قل لي فكرك يانس بيجيب ثري ولا لا قل لي بيجيبها رح يجيب واحدة فكل ما شوت ثري بالمباراة من واقع بتدخل ما بتدخل جابها بالآخر آخر واحدة من التمانية جاب آخر واحدة كيافيت لما حطها صرت احتفل زي كانو فوز الانبي اي شامبيونشب زي كانو 2019 زي كانو 2019 زي كانو فأنا كتير كنت مبسوط فيها هاي المباراة بس أكيد أكيد أنت قاعد مع الشباه عم تحضر مباراة عندك مراهنات عيانس هجيب ثري مش هجيب ثري استمتعت بالمباراة حلو بس عم بقول لك لعبة كل تسلي كانت أسوء مباراة كل تسلي بالبلي اوف هذا اللي عم بحكي مش عم بحكي إنه أقل استمتاع ومش عم بحكي إنه أنت أنت واحد مهوس بالسلي إلا ما تلاقي إشي بتحبه بهذه المباراة وأنا كمان ما عم بقول لك إنه ما استمتعت بالمباراة بالعكس يعني أنا إنه جزء من إنك تعصب على المباراة إنك منفعل عشان أنك أنت بتحب المباراة كمان تصير تكسر لا أبالي بس كنت تكسر تلفزيون أخيان لما يانس عملها شغلة تانية اللي بعرفش ليش يانس عم بعملها هاي شغلة الفريثرو تي غريبة وحكاها جيف فان غاندي بس جد أنا كنت عم بفكر فيها من قبل إنه ليش هردي بطول هو على الفريثرو أنت بالعكس بس لا هيك أنت عم بتزيد توتر على حالك أنت أصلا الناس زمان كانت تطلب timeouts أو هذا عشان تطول المد بين الفريثرو والفريثرو عشان كل ما اللاعب يفكر بالفريثرو أكتر كل ما بتوتر أكتر أنت بالعكس أنت هاي لعبة صار لك تلعبها على الأقل 20 سنة 15 سنة من حياتك عم بتشوف فريثرو أنت عمرك 10 سنين يعني ما أعرف يانس إذا كان عم بلعب لما كان عمره 5 سنين يعني كان بلعب لم كان عمره 10 أولا شي عندك اللي بيجو من برة مرات بيبدو متأخر يعني قصة السياكم ومبيد وهدول بيبدو على 16 و15 بس يعني مش 20 سنة خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة بس فيمتش قصدي أنه أنت بتعرف شوت فريثرو ومتأكد أن لو بالتمرين يانس بيجيب 80 بالمية من الفريثرو السبعون بس لو يعطي الطاب خلص خد لك 2 دريبلز وشوت أنت ريش عم بتفكر فيها زيادة هيك وهلأ كل الفريثرو لازم تفكر أنه صلي عشر ثواني صلي عديد عشر ثواني أكل من عشر ثواني يعني وكلها أنت عم وكلها عشان صارت 13 حتى لما حطوا العداد ف ما في داعي ما في داعي هذا الروتين كتير غريب وكتير طويل بزيادة عن اللزوم أنت بالعكس لو متوتر بوضع لو بأي شي بدك ياه يمشي أسرع وقال نمسك 2 دريبلز وشوت خد لك نفس واحد جد هلطة كبير من الباكس بالكورتر الأول ما حدا غير يانس وميدل تلسجل نقطة كل واحد فيها محط خمس طعش وبالتمن دقائق ونص اللي بعدها سجلوا كفريق كامل ثلاث نقاط ثلاث نقاط النتس سددوا بالمباراة كلها بنسبة 36% من الملعب دورانت 39% اللي هي أسوأ تسديد لإله يعني أسوأ نسبة تسديد لإله من بداية البلايوف جوه هاريس برجع بعيد سدد بنسبة 9% بهاي المباراة 9% أقال من 10% يعني معك مباراة سيئة بس استنتاجي بعد ما خلصت إنه عراسي وعيني فازوا البوكس بس ما استفادوا بإشي كتير يعني مادة السلسلة لو أنا محلهم لو أنا محل بودن هولزر بودن هولزر أولا شكله هو قاعد بدرب بهاي المباراة متوتر كتير الزلم تبعه ضارب بالسماء لأنه عارف لو خسروا هاي المباراة بنكحش على طول بش فيها أنا لو إني محلهم هلا ما بكون ارتحت نفسيا بعد هاي المباراة أبدا بلاكس عراسي وعيني بس ما تغير إشي ما فزتوا لأنكم غيرتوا وعدلتوا استراتيجياتكم ولقيتوا نقطة ضعف تقدروا تستغلوا منها ما عملتوا إشي غير يانس اللي أنا كنت ما كنت فهمه الكورتر الأول هاد الزلمة كل ما يدخل على البين كانت نعم بسجل وبسدد وبدنك وفوق راس كل حدا يعني هذا الدنك اللي كان بأول 3-4 دقائق أول دقائق 2-3 حتى بالكل اللي فوق كل حدا بمت زي الالاستيك مان ايده بتظلها تمت بدنك ما حدا قادر يوقفه كان بالبين بس بنفس الوقت بنفس الكورتر كان عم باخت ريات كان عم بيدربل وعم باخت بولبس ليش ليش يا يانس جروه هاليده يحط 9 نقاط بهاي المباراة جروه هاليده كان سيء صح بس عالدفاع عمل شغل منيحة اللي هو ضلو حوالين كايري ما فول كايري يعني ما ارتكب أخطاء عليه عساس يطلعوا هيك وما عم بحكي لك انه سكر عليه على آخر بس كمان زي ما أنا وياك حلا حكينا قبل شوي كايري ما كان كتير مبين بهاي المباراة انه جروه عمل اللي عليه وحطها من نقطتين للبوكس اللي هم آخر نقطتين السلم بس حتى لما حط هذا السلم أول أول إشي فكرت فيه أنا بعد من حط السلم كتير وقت عشر ثانية كتير وقت الزبط كتير في وقت يعني حتى بهاي غلطته هلأ خد مني طبعا باخدها لأنها موجودة عراسي عين إذا أنت مية بالمية بتقدر تسجل تسجل لأنه ممكن يصير بالزبط اللي صار بعدها اللي هو يضيع الطابة وتفلت من إيد كايري كانت وياخدها بروس براون ما حط لمس الرم بالباكبورد شمطها وبدي أعطي بروك لوبز حقه بهاي البلاي كمان لأنه بروك لوبز لو لو وجوده هناك كان كتير أسهل بس هو إجا طلع له ولأنه صار له يبلغ كل إشي من أول المباراة بروس براون شاف العملاق قدامه ما عارب شو يعمل زيتها بالباكبورد صح صح كديش فكرة قف عقل الجمهور لما دوران شات ثري تبعته وعليه تنين بالآخر كمان قريبة كتير كانت قريبة وضرب الرم الباكس لعبه كتير سيئ وبتتفق معك مية بالمية إنه هاي البوز ما بريحني بالمرة جد مش فاهم وين هجوم الباكس راح وين الطابة اللي كان عم تحرك اللعب ضد ميامي وين واحد يخترق باس يانس اللي يكون سكرينر مش اللي هو معاه الطابة يعني واحد من الأسباب اللي جروه ما لأبنيه إنه جروه صار زي الشوتين جارد وممسك الطابة مرة كل أربع خمس هجمات فمش داخل بإيقاع اللعب إيقاع اللعب كان كله غلط كله كله كان تخبيس كريس ميدلتون الحمد لله يوم مسكت إيده أنا نحك يونك بس أشكر ربك ثانيتين بس لأنه كريس ميدلتون قد ما حكينا عن كل حدا وعن التخبيس اللي صار على الجهتين الشخص الوحيد اللي طلع من هاي المباراة بده يرفع راسه يحكي أنا عملت اللي علي صح مية بالمية هو كريس ميدلتون كريس ميدلتون بدع بهاي المباراة صح سجل خمسة وثلاثين نقطة خمسة عشر ريباوند لم خمسة عشر ما أسمع أوكي بس هاي مش إشي عشان كل حدا عم بفكح معبّة كان ريباوندات لكل حدا نفكح سبعين بالمية من كل تسديدات نفكح هوا فلازم يكون فيه ريباوند كتير صح صح عشان هيك أسمع بس يعني للم نرن خمسة عشر ريباوند عشان هيك بالستينات أرقام الناس بالستينات والسبعينات لما كان تسديد تسديد خمسة وثلاثين بالمية أكيد بخلص عنده ثلاثين ريباوند خمسة وثلاثين ريباوند عشان هيك نفس الفكرة بس اسمع لعب منيح المبارايتين الأوائل بالسلسلة اللي كانوا كتير سيئين من كريس ميدلتون فمنيح انه رجع لعب بهذا المستوى بالزلمة يعني تسديداته اللي دايما بحطها رجع حطها بطل التفكح فأنا بأقول لك من كل هاي المباراة ببدايتها لنهايتها الوحيد اللي مفروض يطلع من هاي المباراة رافع راسه بحكي لك أنا عملت اللي علي صح كريس ميدلتون حتى يانس يعني يانس حتى يانس يانس خلص بتاته وثلاثين نقطة واربع عشر ريباون بس بهادل بهادل مفروض يأكل على اللي عمله ليش يانس ليش ليش 8 ثلاثيات ليش وبكير بشكلك أنا ما بعرف اللعبة غريبة كان كتير غريبة ودرب البوكس يعني ما بعرف انه ما بتخيل انت تخيل لديش سيء لعب النت مستحيل لعبوا هيك بهالسوق يعني ما حتصير هاي هاي خلص هفوا واحدة وصارت لو النت لعبوا بس يعني كان فريق بس تسديده واحدة وفروض البوكس كانوا مسحوهم على النسبة هاي على النسبة تسديد اللي سووها النت فبالعكس هاي ضعفت آمالي انه النت البوكس لهم اي فرصة ليفوزوا خاصة اذا حيكملوا على هذا الهجوم الهجوم اللي isolation مع يانس عن تكونبو غريب طي غريب طيب ننتقل على السلسلة التانية بالمنطقة الشرقية السيكسرز والهوكس يعبوا مبارح بليلة او صباح اليوم عندنا السيكسرز تقدموا 2-1 رجعوا الهوم كورت لحالهم وهلا جيم فور رح يلعبوها على أرض أتلانتا طبعا بس متقدمين السيكسر 2-1 وانا بصراحة مش شايف عودة لأتلانتا بتعرف انه في صحفي راح سأل تري يونج بعد المباراة بيقول له تري اولا تري طبعا طالع معنا هك عم بيحكي للكل اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي يضل عيدها زي كأنه عم بيقنع حاله انه اتس اوكي ماشي هداك بيقول له طيب تري خسرتوا هالمباراة خسرتوا اللي قابلها شو عندك يعني حلول شو رح تعملوا عشان ترجع بالمباراة الرابعة وتعدلوا الموضوع تغلبوا السيكسرز وتعدلوا السلسل جوابه كان ما بعرف قل له عبلاطة قل له ما بعرف لو عندي جواب ما كان صار اللي صار ما بعرف رح نرجع نقعد مع المدربين نحضر الفيديو تابعون القيمات ونطلع بخطة بس هو جد مش فاهم شو يعمل ولا حدا بهذا الفريق فاهم شو يعمل لانه السيكسرز حلوهم يعني وصلت لدرجة دويس انه السيكسرز والطول تبعهم خصوصا هو الحجم بالزبط الحجم تبعهم وطولهم على البرمتر وجوه عم بيأثر على الهوكس لدرجة انه السيكسرز عم بيقرروا شو نوع التسديدات اللي رح ياخدوها الهوكس تعرف انه السيكسرز بهاي المباراة سددوا 30 مرة عند الرم ماشي حطوا منهم 25 تخيل وهدول التسديدات اللي كانوا عند الرم كانوا 43% من تسديدات السيكسرز لو تتطلع على جهة الهوكس التسديدات او نسبة التسديدات اللي اجت عند الرم 29% فقط يعني السيكسرز عاشوا بالبينت الهوكس مش عارفين يعيشوا بالبينت بس مش انه عم بيشوتوا ثلاثيات على سبيل المثال لانه لو تتطلع على عدد التسديدات اللي من برر القوس للهوكس من بداية السلسلة بجيم 1 شاتوا 47 مرة من بر القوس بجيم 2 33 مرة بجيم 3 23 مرة فعم بنزل عدد الثلاثيات السيكسرز عم بخصبوهم يشوتوا من المدرينج حتى اللوب تعرف هاي الهجمة الحركة اللي بيعملوها دايما تري وكابلا اللي بيطلع بالبيكن رول يا بيشوت الفلوتر يا بيحط الاليوب عشان كابلا ياخدها مش عم تزبط زي ما كانت تزبط من زمان بالزبط وبتالي فليش ما عم تزبط عشان بن سيمينز أو ماتيس عم بلحق تري بعد السكرين حتى لما تري سجل الفلوتر تبعه فيه أكمل عادة يحطوها يعني الفرق بين إيد تايبول أو إيد بن سيمينز هيكة سانتي واحد بس فيعني يا دوب فيه شباك صغير 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 ليحط الفلوتر ومبيد عم بقدر يغطي عليه شوي ويغطي اللوب وفيه كذا مرة حاول يعطي اللوب راح مسكها بزف هو أصلا اسمع الكورتر الأول بهاي المباراة ما أظن متذكر أنا كورتر أول فيه لهالدرجة كان باسات انقطعت كان كله باسات وبيمد إيده وباخد ستيل لا إنه أنا أعطيت باس بتيجي للخصم بس باسات مطوعة على الجهتين ما بتذكر أقول لك أنت عمين أنت عم تحكي أنت عم تحكي عن تايبول أول مدخل ماتيس تايبول أخد دو ستيل ومسكها مسك إنه مسك ما أنه مش ما عمل مش لمس الطابق لأ جت له بالزرط بإيدتين مدخل ماتيس قلنك إه شو هادي زم مش معقول كيف مسكها الهوكس حاولوا يعدلوا الطريقة اللي بدافعوا على أمبيد نحن المرة الماضية مع جعفر حكينا عن كيف ما لهم حل أمبيد وهاي المرة كل ما كان يمسك أمبيد الطابق كانوا يزدتوا عليه دبل يعني شاف دبلز كتير أكتر وصراحة بدل ما يسجل سبعة وثلاثين ولا تسعة وثلاثين وواحد واربعين نقطة اللي هو سجل بس سبعة وعشرين هاي المرة بس الحلو اللي سوا أمبيد بهاي المباراة انه شاف انه الدبلز جايينه وغير طريقة لعبه صار صانع ألعاب أكتر يعني كان عنده تمانية أسست وكان عنده كتير اللي بيسموهم الهوكي أسست الهوكي أسست لما انت طعطي الباس والباس الأول وراه ييجي باس تاني تسجل من وراه فانت عم تفتح اللعب بالباس الأول تبعك طبعا على البوكس كور نفسه ما بتنحسب لألك بس كتير كان في عندهم أو هو خصوصا مبيد كتير كان في عنده باسات زي هيك فمش عارفين شو يعملوا فيه وهو عقل إله كمان انه غير الطريقة شاف فهم شو عم بيصير في باس كتير حلو اجا ولف على اليمين بده يعطي الباس شاف انه كل إشي مسكر بدل ما يستعجل يعمل إشي راح لف على الباسلين أيوة وأعطى باس باونس باس لمن كان لسيمينز أو متيس تير حلو كان لعب مبيد بهاي المباراة بان سيمينز كمان نعطيه حقه كان شوي مور إغرسيف على الهجوم اخترق زيادة شوي طبعا ما سدد بس انه اخترق شوي عطل له أكم من لياب حلو وكذا تذكرنا هو لاعب سلة بلعب هجوم مرات كمان فهاي ممتاز هاي بلاس شعي حركة إضافية بس هي هاد الفرق في فرق كبير بالتالنت وإذا مبيد كامل صحته كامل قوته الوضع صعب على الهوكس بس أسألك سؤال مبيد مثلا وقع ومسك روك بيت اليوغا اليوغا مره وقع صح ليش لساعته بالمباراة لآخر دقيقة وقت الجيم خالصة ما بعرض هاي مرتين وراء بعد سووها أنا أصلا فكرت لما لما دخلنا على الرابع وكان في فرق منيح عشرة تلتعاش اشي هيك كان الفرق وصلت أكتر حتى وصلت أكتر من كيمة وانا براسي قلت هذا ما رح نرجع نشوفه اليوم لأنه خلص رح يريح للمباراة الجاي بعدها بدقيقتين رجع دخله دوق ريفرز ما بعرف ليش وفي لقطة نزل ومسك رجله بعدين مسك رقبته هو عم بلعب هو عنده منسكس كمان انجري ومش مفروض يكون عم بلعب كل هالدقائق إذا مش ضروري يلعبهم فما بعرف ما عندي جواب لهذا الاشي تعرف كيف تعرف كيف إحساسي لما تطلع عم بلعب تعرف لما هاي الصور اللي لما تشوف واحد متين كتير إنه متين ممكن وزنه 300-400 كيلو قاعد عالك كرسي خشب صغير وكون فيه الكتاب موجود الله يعين الكرسي الله يساعد الله يقوي الكرسي أو إيش هيك الكرسي رقبته حاسس ممكن بأي وقت يتفجأ الكرسي أو رقبت عم بيض بعيد الشر إن شاء الله بعيد الشر بدناش بدناش إصابات طبعا بس يعني هيك حاسس أنا وخاصة لما تفرج على المباراة مع أخوي أخوي اللي بتابع البودكاست هو من جماعة البروست وكان في فردير في أيام البروست إيجا مرة على حلقة وحكالنا عن البروست يمكن نجيبه حكالنا عن أيام 100% لازم نجيبه إذا تقدمه هلا عن الهوكس منجيبه قبل النهائيات القسم آآ فهو كمان السرس وقاعد ببهد لذوق ريفرتون ليش ما تطلع مبيت خلص خلص المباراة انتهت طلعوا قاعدوا رايحوا السيكسرز كان عندهم غير مبيت طبعا كمان خمس لعيبة سجلوا بوق العشر نقاط وكل لاعب لعب معادة داني جرين لأنه داني جرين طلع مصاب من أول أكمل دقيقة كل لاعب سيكسرز لعب بهاي المباراة سجل يعني كفريق تعب تأكي عن هذا الفريق اللي خلص بالتصنيف الأول والفريق التاني عراسي عيني مفاجأة حلوة وأنجزوا اللي أنجزوه بس لما كانوا عم بلعبوا ضد النكس كانوا عم بلعبوا ضد فريق نرجع نتذكر إنه كان بمستواهم بالريلر سيزن خلصوا بنفس السجل بالزلط فبدأوا ضدهم واعطناهم حقهم ومدحناهم لأنه بصراحة عملوا شغلي كتير كتير حلو إنه ينهو عن نكس زي ما أنهو عن نكس بس هلا بيّنت واضحة المباراة الأولى احكي سلكت إيديهم وشمطو لك أربعين نقطة بالكورتر الأول والثلاثيات كانت عم تدخل من كل محل شدوا حالهم ويلا تمسكوا بالمباراة بعدين المباراة الثانية والثالثة بيّن الفريق الفريق اللي عنده موهبة أكتر وحجم أكبر وخبرة أكتر كمان يعني هدول السيكسرز لعبين مباريات بالبليافس بيري يعني قبل سنتين عم نحكي كانوا بالدور التاني بجيم سيفن خسروها مع البور باونسر تبع كواي وكان وصلوا نهائيات القسم يعني فريق عنده خبرة عنده لعيبة زي داني جرين عندهم خواتم دويت هاورد السن الماضي ربح خاتم كمان مع داني جرين فبيّنوا كل هالعناصر ببتير وضوح ما أظن نتمد أكتر من كمان مبارايتين يعني رح تخلص أربعة واحد مش ملاقين حل الهوكس لهذا الحكيم طيب ناخد تايم اوت سريع ومنرجع نحكي عن القسم الغربي رجعنا من التايم اوت يا دويس رح نبدأ بسلسلة الجاز والكليبرز رح كي لك ليش مبسوط على السلسلة أنا هاي أنا مبسوط على كليبرز مش على السلسلة مبسوط على الكليبرز لأنه أنا شخص بحب الاستمرارية يا دويس بحب الروتين بحب الأشياء تصير بنفس الطريقة دايما الله أصبح متعود على الروتين وبدي أضل عايش والكليبرز استمراريتهم مية 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 افدأ سلسلة اخسر أول مبارايتين وبعدين شوف شو بيصير لازم بقول مان لخمتني أنا مدايا بفكر أنه عكس الاستمرارية هم كل يوم تشكيلة جديدة كل يوم شكل بقول خمتني جوية لا لا بس من النتائج عندهم استمرارية اه من النتائج اوكي اوكي معك حق ماشي هلأ وإن المشكلة للكليبرز هلأ أنه عم بلعبوا الجاز مش الماوريكس الماوريكس كان عندهم لوكا ويعني مش كتير غيره الجاز عندهم فريق عندهم هدافين عندهم هدافين من يعني السبورت زي ما تحكي الهدافين اللي بيساعدوا عندهم صانعي ألعاب وصانعي ألعاب بيساعدوا السبورت عندهم مدافعين برا وجوه عندهم كل شي بيحتاجه فريق المابز وعندهم مدرب كل شي كل شي المابز ما كان عندهم هذا الحكي فما أنه المباراة او السلسلة الاولى نزلوا فيها أو تأخروا فيها الكليبرز 2-0 بس كانوا خسرانين أول مباريتين على أرضهم هلأ خسرانين مباريتين على أرض الخصم بس العودة راح تكون كتير أصعب من الدور الأول أكيد عشان كل هذا حكي عم بعملوا الجاز بدون مايك كونلي كمان وجد ما بتعرف نوين راح التهديف حي يجي كل حدا عم بسلق ريات الجاز عم بسددوا ريات أكتر من أي فريق تاني وعم بيجيبوا ثلاثيات أكتر من أي فريق تاني بالبليوف يعني كتير صعب دافعه هيك عشان عندك نجم اللي هو دونفن ميتشل ما لهم حل عليه شو ما يعملوا عنده هو حل وإذا بيعملوا الدبل تيمة وإذا إجا الهلب ديفنس عندك كل هاتهم عم بسلق خطريات الوحيد الفريق اللي ما بسلق خطريات اللي هو رودي وطبعا عم بيعطيك على الدفاع يعني صخرة الدفاع فظيع مبدع الشاب خلينا أحكي عن الكليبرز شوي الكليبرز مش فاهم تايلو شو عم بعمل بتشكيلاته كل مرة تشكيل لشكل مرة تيرنس مان بلعب نص المباراة مرة بلعب شوال دقيقة مرة بيفرلي بلعب شوال مباراة وبلعب كل مباراة تاني زوباتس مرات على البنش ومرات ستارتين يعني إذا وصلت أنت لهذه المرحلة من الموسم من البلايوث ولسه ما بتعرف مين التشكيل المثالية إليك هلا بعرف في مرات لازم تغييرات بالسلسلة عشان الماتشابس متفهم الموضوع فحطي مهلت كمان مباراة نشوف المباراة التالتة كيف لشان يمكن هو بياخد أول مباراتين لتعاول على فريق إنه مباراة استكشافية ماشي مباراة واحدة عراسي وعيني بس بعد التانية خلاص يعني هلا الجاز صار وضعهم إنه لازم يفوزوا أربعة من الخمسة الجايين ضد أفضل فريق بالنبيا الكليبرز أصدق الكليبرز عفوا الكليبرز لازم يفوزوا أربعة من خمسة ضد الفريق اللي يخلص الموسم مصنف أول صعبة أربعة من خمسة مش سهلة ممرة يعني فمباراة استكشافية عراسي وعيني بتصير بس مبارايتين لا بشغلة تانية بسألك عنها بسألك سؤال عن الكليبرز هل رجي جاكسون هو تاني أشطر لاعب الفريق السؤال لازم ينسأل على الأقل عنده ثقة بنفسه بول جورج لاعب مكسور لو شو ما صار بآخر هالي السلسلة لازم تبعته لمحل نكتويله تريد عشان هند اللاعب هلا وقعه هلا مددوه هو مددوه عشان يكون فيه إله قيمة بالسوء لو كان expiring contract بيروح ببلاش على الأقل هلا بيجيب إشي بداله محله تخلص عن السلري تابعه ممكن توقع واحد تاني ماكس تدبر حالك بس بول جورج نفسيا محطم مكسور ما عنده أي ثقة كل ما يحط لو تمسك ثقة رجي جاكسون بالنفس تحطها مع مهارات بول جورج بطلع عندك سوبرستار مسكين من يعني جد حزنة عليه حتى هيك وجهه حزين ووين ما يروح هلا الجمهور ما عم بيقصر بلاي أوف بي بلاي أوف بي لما يكون على الفريترون لين يعني يعني هو سامع كل هذا الحك هو شايف كل الانتقادات وشايف الإحصائيات بتقولك إنه هو من أكتر لعيبة بتاريخ الان بي اي اللي عندهم مباريات تحت اللي بسدد تحت نسبة 20% وإشي هيك يعني وضعه سيء كتير وما بعرفش هلأ الإشي الوحيد اللي أمله منيح بالمباراة التانية على الأقل إنه ضلوا يخترق ضلوا يحاول يكسب فولات وعم يسدد عم يسدد الفريترون بنسبة عالي فإنه على الأقل ها إنه ما استسلم بس أنت بدك هاي يكون نجم بدك هاي يكون رجي جاكسون صح ولا لا مسكين من مسكين بعرفش هذا بده تلاقي حل بعرفش ليش وما عندك قائد على الفريق اللي يرفع معنوياته كواية عندك الروبوت إي هاي ما عندك قائد هذا أكتر إشي بخوف عندهم إمكانيات ممكن يرجعوا بالسلسلة بس ما عندك القائد القائد اللي بيحكي بدك القائد يمسك اللعيب يحكي معهم يشجعهم يعطيهم ثقة هاي السفات القيادية ما بعرفش مين بفريق بيادر يسوي هيك وإنت اللي عم تحكي وين اللي بيضحك بالموضوع دو أنا آجي أحكي لك لعب الكليبرز ضد الجاز جيم تو وإنت ما بتعرف مين فاز ورح تسألتني إيش أرقام بول جورج كان قلتلك بول جورج سجل 27 نقطة مع عشرة ريباوند وستة أسيست وسدد تسع تسع فري ثروز حطهم كلهم كان قلتلي أوف والله شكتهم فازوا خسروا ياه لكواي ما عم بلعب نيح لسه ما شفنا كواي تاع جيم سكس و سبن عم بعمل ريشارج قلس الباتري قضي على الآخر عم بعمل ريشارج برجع المبارجة فإنه كان إنه أكم من بلاي لما يضوي السويتش في مرة أخذ ستيل هيكا ستيل هيكا بإيده هيكا بياخد هيكا زي الكلاو هيكا بياخد طابة وبروح بركد سبرينت وبسلخ دنك هيكا وبين برجع سبرينت هالجهة الثانية كيف كوايب سوية هاي لما بعدنا حط الدنك ما في أي ردة تفعل بس مرة واحدة بيهدي بهبط بيرجع سبرينت بهبط mission over ارجع ريوينت بس رهيب اللي أنا بدي أحكيه أنا بدي أحكيه عن الجاز إذا أنا مشجع فكرك فيه مشجعين الجاز عرب ما سمعت عنهم يعني نحن بالعادة منتسأل عن البوكس وعن البيسرز وهيكا دايما بطلع لنا واحد هون هناك إنه شباب أنا بشجع البوكس أنا بشجع البيسرز موجودين يعني بس الجاز لأنه الجاز غير شوي إنه حتى بأمريكا بتخوتوا عليهم إنه ما في مشجعين للجاز غير الجاز شو اللي حكاك جامس باركلي بوقت الالستار بريك لما نقوا رودي وضانو من آخر تنين يقول لهم يعني نحن لما كنا نلعب NBA 2K الجاز ما حدا كان ينقيهم ما حدا عمره بنقي الجاز يمكن هاي جولة انتقام الجاز على هذا الاشي ممكن وبصراحة إذا ما عندهم مشجعين وفي ناس هلأ عم تدخل على السلة وعم بيحضروا اللي عم بيعملوا ورح يصير عندهم مشجعين لأنه الفريق كتير مرتب فأنا اسمع قعدت أطلع على الأسباب اللي ممكن يتحمس مشجعين الجاز إنه هاي هي السنة اللي ممكن جد يربحوا فيها بطولة قرنت لك ياهم أكمل فريق فراحكي لك شو هي الأسباب هاي فأول سبب إنه الجاز طبعا عندهم استمرارية وغير الاستمرارية عندهم تجانس بين اللاعبين يعني عندك الكور تبعهم جو إنجلز رودي ديريك فيفرس كوين سنايدر دونيفن ميتشل ورويس أونيل سالهم مع بعض سنين أجدد واحد من الكور هاد اللي هو كونلي بتاني سنة والمدرب صلوا معهم سنين سبع سنين تقريبا فعندهم الاستمرارية وبيفهموا بعض لو تطلع على باقي الفرق المتبقية بالبليافس مين أقرب فرق للجاز بهذا الإشي فلي اللاعيبة من ناحية اللاعيبة أغلبهم الأساسيين أو الكور موجودين بس عندك جرين جديد هاورد جديد والمدرب طبعا جديد وساذكري جديد هدول اللي خطروا على بالي وعندك السنز المدرب صر له فترة معهم الفريق صر له فترة مع بعض بس بعدين عندك سي بي ثري و جي كراودر بأول سنة وعنصرين كتير مهمين فمن ناحية استمرارية وتجانس ما في فريق بطلع راس مع الجاز بعدين عندهم طريقة لعب طريقة لعب خلص بلعبوا هيك هذا الأسلوب تبعهم على الهجوم وعى الدفاع وكتير مرتب على الهجوم وعى الدفاع كمان وبحبوا بعض كمان اللاعيبة لو تتطلع على باقي الفرق مين الفرق اللي جد عندها أسلوب لعب ما بتغيره مين ما كان يعني ممكن أقرب إشي السنز بقى الكن فيلي السنز وفيلي أقرب تنين الباقي حسب شو عم بسير حسب الماتش اوبس انت هلا جبتسيت الكليبرز مباراة بغيره حدا الحكيم بالضبط هم هم عشان عندهم ستايل معين وستايل هم كتير فعال متقنينه يعني مية بالمية فهم بيفرضوا سيطرتهم على المباريات بالضبط الفريق ضدهم يضطر يعني عليك يعني عليك بعدين غير هيك انت جبتسيرته عندهم واحد بالبينت حامل بينت صخرة الدفاع أي حدا بيقرب يعني شفت آخر المباراة مباراة بارح لما بات بيفرض اللي صفى لحاله اه شير لحاله اه لأنه شاف رودي من طرف عينه جايه اه صح فعندهم واحد بالبينت كتير فعال بيكركب الهجوم على كل حدا أقرب ناس أو أقرب فريق عندهم واحد بالبينت لهالدرجة يقدر يأثر على المباراة اللي هم السكسرز وامبيد فرق التاني يعني مع كل احترامي لدي أندري ايتن والأشياء اللي عم بعملها ما وصل هاي الدرجة لسه انت علي وغير هيك وأهم إشي هذا الإشي اللي ما كان عندهم إياه لسه السنة الماضية صح وحتى هاي السنة دخلنا لسه مش عارفين إذا صح مية بالمية بس هلأ تأكد مية بالمية وهو عنصر مهم كتير بكل فريق NBA لازم يكون موجود يعني الفريق الوحيد اللي أنا هلمت ذكره براسي اللي فاز بطولة بدون هذا الإشي اللي هو لألفين واربع عادي ترويت بستن صغير هيك بلكن سبيرز بالألفين واربع طعش كمان بس عندك سوبرستار من الطراز الأول من نخبة الـ NBA يا عيني عليك يا دونيفن ميتشيل يا عيني عليك شو إنك صاير روعة هذا زلمة سوبرستار صار خش خش حطه سوبرستار خلاص هلأ خش سوبرستار في حدا هداك اليوم سألني توب تن ولا لأ قبل يومين قبل ما تصير هاي آخر مباراة قلت له شوف ما بحطه توب تن هلأ بس إنه عم بيقرب كل مباراة ورا كل مباراة وممكن كمان أسبوعين تسألني أقول لك لا بس داخل بقوة قطار جاييك عم بيحكي لك اسمع لازم تحكي عني بنفس الطريقة اللي بتحكي عن السوبرستار اللي بالـ NBA الزلمة بعد يعني الماستر بيس اللي سواها بجيم ون سجل 37 نكتة بجيم 2 27 منهم بالشوت الأول ودمر بول جورج يعني عذاب اللي عمله ببول جورج كل ما كان يحط بول جورج عليه تيرون لو دمره راح شو سوى تيرون لو بدل ما يمسك الوينجز تابعونه يحكي لهم امسكو لي دونيفان ميتشل فقد الأمل من هاي الشغل لأنه واحد عا واحد ما راح تزبط راح حكى للقار تابعونه مين ما يكون عم بلعب انت امسك دونيفان ميتشل بس امسكو من اول ما يقص نصف الملعب وبزيت عليه دبل فالكورتر التالت ما كان فعال لدرجة النشوط الاول بس صار يوزع لعب وزي ما انت حكيت باقي الجاز قدها يعني بالكورتر الرابع كلتش مدرس الرياضيات جو انجلز خش عليها وقال لك شو الكليبرز قلصوا الفارق وحتى تقدموا بشوي لفترة كتير قصيرة بس لفريق زي الجاز عنده كلها الاسلحة انه خلص ما بتقدر تصمد لفترات طويلة بهاي الطريقة جو انجلز كلتش كان الثلاثيات تبعونه انه سلام روحوا يا كليبرز انا خلص رح اسكر عن الموضوع ولو نرجع لدونيفان ميتشل السوبرستار دونيفان ميتشل باخر 13 مباراة له بالبليافس لو ترجع للسنة الماضية وعدلوا 34.6 يا دويس بمباريات البليافس وهاي السنة اتجاز سجلهم ست انتصارات ولا خسارة لما هو يلعب وتقييمهم الهجومي لما هو يلعب 124.1 يعني اعلى بتقييم هجومي بالبليافس بفارق شاسع اعلى من النت لما هو يلعب لهالدرجة هذا الزلمة سوبرستار فكل العناصر التانية اللي حكيت فيها كانت موجودة ونحن عارفينها من وقت الموسم انه عندهم الاستمرارية عندهم هال ايدنتي الطريقة الاسلوب اللي بلعبوا فيه عندهم رودي مبروك عليك يا رودي تالت مرة باخر اربع سنين كل هالامور هاي بس بنحرف انه ميتشل يعني لعيب بس ما كنا نحطه من الطراز او لسه ما كان داخل الطراز العالي ما كان داخل المستوى اللي هو سوبرستار ستاتس هلا عم بدخله عم بدخله ومشان هيك سوبرستار كلمة كبيرة يعني سوبرستار انا بلتفق معك هو 100% يعني على الباب يعني على الباب بقدر يكون احسن لاعب بفريق يربح بطولة ممكن على الباب انا من اللي شاف انا مش جاهز اقول انه 100% بس يعني ما عم بحكي رح يربحوا البطولة كل عدد اللي حاليا انه شكله نام رح يربحوا البطولة ما عم بحكي هذا الحكي بس عم بحكي انه خلاص صار منافس جدي كل العناصر موجودة كنت علي قبلها كان في هذا الشكل صغير انه هل هو هذا اللاعب ولا لا هلأ عم بجاوب السؤال هذا وعم بحكي لك لا انا هذا اللاعب استنى عليه شوف اللي رح عمل وكتير عم بلعب لعب حلو وثقته بالنفس بالسماء الزلمة الطريقة اللي بيهز راسه بعد ما يعني تعرف زي ايش بتحسه تحسه زي المغني قاعد بمسرح وعم بيغني اغنية وكل الجمهور عم بيهتف معه بهاي الاغنية وخلص هاله هنية وبتطلع حوالين بيحكي اياه ها شو هيك هو مزت مكيف مكيف يعني كتير مبسوط باللي عم بيسير وانت عم بتشوف ثقته بالنفس انه الزلمة قاعد بيحكي لك هلأ صاروا يفهموا انا مين اها انا كتير مكيف على اللي عم بشوفوا منه القفز اللي عم باخدها كتير حلوة لانه هي قفزة انت ناعب نجم واعد لقناعب ممكن يقود فريق للدور الاول وحظهم حلو انه هاي البلايوف من بين كل السنين اكتر بلايوف مفتوحين عم نشوفهم يعني عندك اكتر فريق بخوف اللي هو البروكلين نت فريق اللعيبة تبعته التلات النجوم مش عم بلعبوا مع بعض يعني مش شايفينهم مع بعض عراص وعيني بخوف وممكن يكونوا صعبين لأي حدا بس بالنسبة لباقي السنين دائما عندك بيكون منافس او مرشح اول ومرشح تاني بيكونوا انه تكسير الوريورز البرون كابز او البرون ليكرز لما كان لبرون لسه بعزوا بيخوف كل حدا بدون اصابات مع انتني ديفيس هاي السنة يطلعوا عندك السانز لعبهم كتير حلو عندك فيلي بخوفوا كمان على الدفاع وفي امور ممكن تزبط معهم عندك النتس والباكس قاعدين بتدقوا ببعض هلا بس نبين انه النتس يعني مستوى ثاني حتى بلون هاردن بالزط بس كمان فريق جديد فيعني اذا في سنة رح تكون سنة مش معروف مين فيها البطن رح تكون او فرصة لهدول الفرق هاي فرصة الجاز هاي السنة واذا دونوفن ميتشل كمل بهذا المستوى ممكن يربحوا البطولة عشان هيك بحكي لك هدول العناصر اللي بتشجع اي واحد بحب الجاز اي مشجع للجاز مفروض يتحمس على اللي عم بيصير انه عم بيشموا ريحة البطولة عم بيشموا ريحة الفاينلز فريق تاني عم بشموا ريحة الفاينلز الفينيكس سنة وفي اشي بيشتركوا فيه الفريقين باللي انت هلا حكيتو انه عندهم لاعب ها عم بيقرب على السوبرستار اللي هو ديفن بوكر يعني ديفن بوكر اللي عم بيسويه كمان ممتاز اوكي هلا جنبه طبعا كريس بول وكريس بول عم بيكون بوينت كارد يعني مايسترو مايسترو مثل زيدان كيف بدير المباراة والزافي وإنيستا هيك يعني انه عم فاهم اللعبة على مستوى اعلى من اي حد تاني وبياخد وقته ببلش على الخفيف بالشوت الاول شوي شوي يمشي اللعب كذا بعين بورت الرابع حتى يقول لك اوكي خلاص سكع على الموضوع من هون طالع مافي اغلاط مافي هجمات ضائعة كل هجمات هتكون مية بالمية هتوصل طابة للفريق الصح ف هذول فريقين عندهم نجم بير اللي هو ديفن بوكر ودونفن ميتشيل وها اللي انا بشوف كنا عم بتحكي عن سوبرستار اللي بوصل فيهم النهائي تكون سوبرستار بس حاليا شكله دونفن اقوى من ديفن بوكر بس حلوة هاي عشان هم يكتير وشوفوا بعض بس كمان بس كمان حاليا شكله دونفن اقوى لانه دونفن ما عنده الكريس بول بالزبط عم بتطل يعمل اكثر هلأ اش سمع بس الاشي بدنا نحكي عن خلص نحكي عن هاي السلسلة اللي هي سانزو النوغتز اه ضلتك تحكي اشي عن الجاز ده انا كتير مبسوط علي عم بيصير مع الجاز حلو يريتي غيروا لبسهم بس زي زني خاد البردقاني والاصفر بكرهو ما بحبوه بس هذا الاشي الوحيد اللي بدايقني قاعد بس غير هيك مبسوط كتير عم بيصير بالجاز واللي عم بيقدموه السلسلة اللي ما رح حكي خالصة مع الكليبرز بس يعني صعب كتير اربع مباريات من خمسة اربع انتصارات من خمسة كتير صعب اه احطت الجاز وكليبرز عجنب نحكي عن السانزو النوغتز انا بدي ابدأ بالنوغتز اوكي النوغتز مشكلتهم الدفاع ومشكلة كتير كبيرة كتير كبيرة لانه بالدور الاول ضد البورتليند تريل بليزرز كانوا عم بسجل البليزرز عليهم 122 نقطة بكل 100 هجمة يعني اسوأ دفاع بالدور الاول بين كل الفرق المشاركة وبأميال انه مش حتى اقراب عاي حدا بس بورتليند كمان سيئين دفاعيين ويوكيتش ومبي جي كانوا عم بلعبوا بمستوى كتير عالي فطبعا اتصروا وحملوا فريق وشالوا بس ما انه خلصت بست مباريات تعرف انه هاي كانت اقرب سلسلة بنسبة من ناحية تسجيل النقاط او فارق النقاط النوغيتس يدويس بالدور الاول سجلوا 8 نقاط اكتر من البليزرز فقط مجموع كل مباريات مجموع كل المباريات فماشي عراسي وعيني فازوا بستة بس كانت كمان اقرب هلا يوكيتش بعده عم بلعب منيح وبصراحة هاي المباراة التالتة جد كانت مباراة ام بي بي يعني هو الوحيد اللي ظهر بهاي المباراة باقي الفريق لا يعني ولا حدا مش اسمه نيكولاي يوكيتش معدله حتى 14 نقطة انه اقرب واحد على ال14 بالمباراة اللي هو مايكل بورتر جونيون معدله 13.7 والبارتن اللي هلا راجع من الاصابات وهلا لعب بس مبارايتين معدله 12 نقطة ولا حدا تاني وصل العشرة كمعدل الفريق كله اارن جوردن رجع يلعب زي كأنه اارن جوردن اورلاندو والحق مش عليه للعلم الحق على كل الظروف اللي حوالين الفريق بس عم بحاول يرجع انه بدور اللي انا لازم اسجل انا هداف انا لازم اصنع انا بعرفش ايش هو مش معمول لهذا الاشي شفناه سنين باورلاندو بحاول يعمل هيك ومش زابطة معه هو اجا عشان يلعب دوري معين مع النوغتز من وراء الاصابات واللي صار معهم مش عم بقدر يلعب هذا الدور وباقي الفريق يعني مش مش عم بسائد كامباتسو عم بنسدد بنسبة 38% ريفرز و مونتي موريس بنسبة 35% فزيد كل هال صعوبات الهجومية على الدفاع السيء اللي عم بلعبوه بصفة انت عندك سلسلة متقدم فيها فريق 3-0 على الفريق التاني يعني اارن جوردن لعب على ديفن بوكر بأول أكمل مباراة ما رحكي لك سكر عليه بس حدد من خطورته ليش لانه بوكر اخذ 26 تسديدة بمبارايتين فيعني مش انه صعب الامور لا ما ما سدد كثير ما سدد كثير حدد منه بس طلعوا من المباراة شوي المباراة الثالثة بوكر فهمه سدد 23 مرة حط منهم 11 سجل 28 نقط مايكل بورتر جونيور مع انه في الاصابة موجودة هو مساعد هو مساعد عم بتحرك منيح ودائما قبل مباراة حاطت هاي عظاهره وانه مشكلة بظاهره بيين عم بتحدد عم الاصابة صعبة عليه الحركة بس مش كمان حجة لانه الكثير عم بيستهدفوه في اشياء عم بيعملها عم برجع لزمان هلا اخطاء ذهنية اما على الفرط فيك عم بنط على بالزبط فما عم بيلعب منيح الكامباتزو يعني الجرأة تبعته والثقة في النفس تبعته حلوة بس للأسف الشديد بدنيا ما بيقدر ما عم بيصمت جوب اوجي النوغيتس وصلوا حدهم انت عم تلعب مع فريق عم تلعب مع احتياطيين عم تلعب MVP مع احتياطيين صح لما توصل لهذه المرحلة بالبليوفس مع فريق كامل مثل السنز وجاهز وبدافع صح ما بتكفي صح يعني بكل بساطة الموهبة ما عم بتكفيك صح مايكل بورتر منصب فعم بلعب محدود من خطورته زي ما انت حكيت الباقي مش starting five عفريق بنافس فاكو كومبازون او اذا starting five ما عم بلعبوا الدور اللي لازم يلعبوه كstarting five فاكو لازم يكون احتياطي حتى ويل بارتون مونتي موريس هدول احتياطيين اوستن ريفرز احتياطي هدول مش الاساسيين اللي ضد فريق مرتب بدافع مضبوط مثل السنز السنز فيهموا للوضع كمان عم بحاولوا يحدوا من خطورة نيكولا يوكيج ونيكولا يوكيج مبدع الاستاتو اليوم مثلا جاب 30-20-10 وهالمباراة جبارة بس الباقي خلص سكرت ايدهم بطل عندهم عشان ما عم بيجيهم التسيذات الفاضية زي ما كان ضد بورتلند في دفاع مرتب هلو قدامهم هم مش لعيبة من النخبة اللي ممكن حتى ضد دفاع ممتاز حيسجلك حيشوت بنسبة عالية من الثراثيات او شو اسمو فالنوغتس بس وصلوا حدهم انا بقول بس انا بدي احكي شغلة عن النوغتس يا رب يا رب ياخدوها هاي لانه انا ما عكبت بكل هذا الحكي وصلوا حدهم ومش فريق رح يقدر يطلع وينافس على الادوار التانية لانه زي ما انت عم تحكي يعني تاني اهم لاعب واحسن لاعب عندهم مش موجود اصابات واصابة مايكل بورتر جونيور كمان عم بتأثر عليه ما عكبت بكل هذا الحكي بس هاي المشاكل الدفاعية يا رب النوغتس او ادارة النوغتس يفهموا انه هاي المشاكل وجود جمال موري ما رح يحله يعني خدوها كدرس انه اوكي نحن فريقنا عالجه الهجومية كتير حلو بس حتى لو جمال موري كان موجود معنا حاليا بهدول البلي اوفس كان استصعبنا الدفاع كان ممكن فزنا لانه هجومنا كتير اقوى بيكون ممكن تقدمنا بس عالدفاع كان استصعبنا هاي المشاكل فخدوها كفرصة انه بينات واحدة من نقاط ضعفكم وانتو حطيني ببالك انه للسنة جاي لا يرجع جمال طيب هالصيفية اشتغلوا على هالموضوع لانه في مشكلة وجمال موري لحاله ما رح يحله رح يساعدهم على الجهة الهجومية كتير بساعدهم كوان وان وان على الدفاع بس كمنظومة دفاعية ناقصهم اشي ناقصهم اشي ونبين واضح هذا الحكي خلص خدوها فرصة زي ما انت حكيت وصلوا حدهم ما حدا متوقعهم بعد ما جمال انصاب انه اصلا يفوزوا البطولة حتى الدور الاول تبتر باع الناس انا منهم كنا متوقعين البليزرز يغلبوهم بدأوا طلعوا عملوا اللي عليهم طيب شوفوا هالمشكلة يحلوها هذا الصيف شانما ترجعوا السنة الجاي ترجعوا مع جمال والهجوم الخرافي تبعك والفريق الهجومي الرائع اللي نحنا كنا شايفينه ممكن يوصل للنهائيات حتى نهائيات القسم يعني اذا مش النهائيات بس كمان بيّنت مشكلة الدفاع حلوها حلوها من هلا لشان ما ترجع تطلع السنة الجاي بالبلياوبس الجاي وبتعرف اللي بضحك بالموضوع يا دويس انه في لاعب رح بلعب مع السنز معدله خمسة عشر دقيقة بالمباراة تمان نقاط بالمباراة واربع ريبونز بالمباراة يعني مش هالإشي ماشي بس بساعدهم لأنه لما يدخل بعطيهم هالطاقة الدفاعية الحلوة هو اللاعب رقم 8 بالروتيشن تبعون السنز فلاعب يعني انت بتاعمل تحكي بالبلياوبس 8 لعيبة اللي بتلعب معهم هو هذا التامن يعني عليك توري كريغ توري كريغ بونتي بيحب اللي بيعمل لك ياه بيحكي لك بيعمل أشياء صغيرة على الدفاع بتحمس الفريق ومية بالمية اللاعب اللي فريق زي النوغيت أو حتى البوكس بيقدروا يستفيدوا منه كم تعالى لو أنا بيضحك من الموضوع يعيدوا يسير ليه جيب تيرته النوغيت كان بيقدروا يحافظوا عليه لأنه كان معهم في السنة الماضية بس ما كان بدهم يدفعوا 2.5 مليون يعني مليونين ونص عشان يوفروهم قرروا ما يرجع ووقعوا في السنة الماضية مع أنه خسروا جارمي جران بعد ما جارمي جرانت كان عندهم الخيار أنه يضل معهم توري كريغ بمليونين ونص قالوا لك لا راح وين راح على البوكس راح لعب مع البوكس هذا الموسم وقع بـ 1.7 مليون يعني حتى أقل من المبلغ اللي كان بيقدر ياخده من النوغيت ما لعب كتير وبعد ما هم وقعوا بي جي تاكر قالوا لك يعني ما أظن يلعب فراحوا تخلوا منه مع أنه راتبو كان 1.7 أعطوه بايا مين راح استفاد منه قاديها هلا السنز الفينيكس وهي نوع اللاعب يعني أنت بدك واحد زيه تزده على بكر هيك 7 دقائق 10 دقائق ربع ساعة بالمباراة أو كان مع البوكس تزده على دورانت شوي بس عشان تغير تريح شوي بي جي تاكر وتعطيهم لك جديد ولا هاد دفع له المصاري عشان يوفروا يعني بعرف أنه مليونين ونص ولا مليون فاصل 7 أغلب الناس بالعالم مبلغ كتير كبير بس بعالم الـ NBA ولا إشي ولا إشي تخلوا عنه الفريقين وهيوا على الطريق لنهائيات القسم وعم بلعب دور مهم صغير بس مهم مع الفريق وهو كتير مكيف بيكون هدله لأنه عم بغلب الفريق اللي تخلى عنه الصيف الماضي أكيد عم بلعب دور كتير منيح بس أكبر دور عم بنلعب بالسلسلة من البوينت كارد كريس بول طبعا اللي عم بعمله بالكورتر الرابع مش طبيعي إحصائياته بالكورتر الرابع بالثلاث مباريات هاي السلسلة أو جي 30 نقطة 12 من 13 فيلد كول يعني بس فكح مرة واحدة 4 من 4 ثلاثيات 8 أسست وزيرو تير نوبل يعني بالكورتر الرابع عم برفعها لفل زيادة بيقول لك خلاص ننهي على المباراة هنا ومباريات كلها ترى إنه النوغيتس بحاولوا يقربوا كل ما يقربوا شوي برجع بيفتح الفارق إنه لا لا مش هتلعب مش هتقرب المباراة مش هتكون حماسية اليوم هنخلص مباراة هاي فكريس بول ممتاز حكينا عن ديفن بوكر ممتاز وللساتني مش مصدق قديش دياندري إيتن عم بلعب بنضوج وبيخب كأنه لعب خبرة عمر صلوا 10 سنين بلعب ضد يوكيتش هيك عم بعمل ما عم بيرتكب أخطاء يوكيتش عم بلعب نيح يعني اليوم قلنا مباراة جبارة بس بضلوا محلوا عم بيصعب عليه الحياة ما عم بيوقفه طبعا بس عم بيصعب عليه الحياة وما عم بيرتكب أخطاء وعم بلم الريباونت الصح ولما تنزلوا الطابع عم بيخلص يعني هذا يعاب كبير عم بيثبت نجد مباراة تانية ارتكب خطائين بالكورت الأول استعرف شو سوى طلع على البنش وهي سمعتها من المعلقين عم بيحكوها اه سمعتها طلع على البنش وراح بهدل فريقه انه أنا عم برتكب هدول الأخطاء مش عشاني أنا عم بغلط عشان انتو عم تسمعونهم يخترقوا فأنا عم بحط بمواقف أصعب علي ومشان هيك عم برتكب الخطاء عم بضطر أغطي عليكم فأنا عم برتكب الخطاء بالضبط فحتى هذا الاشي بيورجي النضوج اللي انت عم تحكي عنه انه راح بهدل فريقه عشان هم عم برتكبوا أخطاء عم بتأدي إلى أخطاءه هو ومن وراهم طلع من المباراة بس هو كنفسه كلاعب دفاعي واحد عا واحد مع يوكيتش عم بيبدع زي ما انت حكيت ما عم بيواقفوه بس عم بيعمل اللي عليه ومش حكيناها نحنا از هدول التنين تساووا باقي فريق السنز كتير أقوى من باقي فريق النوغيتس ما عندهم فرصة صحيح الآن اليوم بالمباراة آخر ايش نحكي عنها هالمباراة يوكيتش سجل تنين تلاتين نقطة عشرين ريبوند وعشر أسيست هذا اول لاعب يسجل تلاتين نقطة عشرين ريبوند عشر أسيست بالبلي اوفس من الف وتسعمية وسبعين يا اوجي ومين عملها؟ الف وتسعمية وسبعين من وقتها يعني في عندك بس لعبين اللي سووها أصلا بالتاريخ يعني ويلت كان بآخرته وما أتوقع هو ويلت واحد منهم ويلت وكريم عبدالجبار كريم خيل ويلت حتى بعد ما خدت كان لسه شغال ايزي ايزي سلت الهين MVP ميو ميو بستاهل السلسلة هينتهت سنز هكونوا في نهايات القسم الغربي بس مبروك ليوكيش موسم قرافي موسم جبار شفت حفل التكريم جفت حلو كان كيف معرفة بس بعد حفل التكريم شفت التنين اللي عبطوا اللي كانوا لابسين تيشرتات جوكر والتاتوز من اخوانه؟ اخوانه اخوانه؟ اعمالكه زيه هو أنا أنا عرفت على طول انهم سربية لانه شكلهم سربي العادي بس قلت يا صحابه يا اخوانه اذا صحابه يعني شو كل البلد سيفن فوترز لانه وقفوا بالعادي انت لما تشوف اي حدا مش لاعب سل بيوقف جنب العمالقة هدول بتلاحظ الفرق بالطول يعني اذا اعلامي ولا حدا عم بيوقف جنبهم على طول بس لما يوقفوا جنب بعض عادي لانه هم كلهم طوال سدول التنين لابسين تيشرتات عادي راح وقفوا جنبه اي لانه انتو كمان عمالقة يا اخي لانه عادي لانه طوله طولهم اسمع شكله هو القرية او المكان اللي بيجي منه يوكتش في كتير عمالقة عشان هاي بتجيبني لاخر كلمة بحلقة اليوم لقيت لك معلومة كتير غريبة هو قرية اسمها سومبور من هون بيجيبوا السومبور شفل حركة اللي بسموها سومبور شفل هلأ السومبور هاي القرية اللي فيها بس خمسين الف نسمة اوكي عندها ام في بي للانبي اي وعندها ام في بي لليورو ليج خير اي بالالف وتسعمية وخمس وستين في واحد اسمه هلا اكيد ها اخبص الاسم انا رادي فوجي كوراك هذا كمان مولود بي سومبور وعنده لسه ام في بي اليورو ليج وعنده لسه الرقم القياسي لعدد النقاط اللي مسجل بي اليورو ليج مسجل تسعة وتسعين نقطة بموسم الخمس وستين تسعة وتسعين نقطة تسعة وتسعين نقطة بمباراة باليورو ليج بالخمس وستين هذا هذا أخوه لولت هذا أخوه صغير قديش غريب بس هالصدفة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة